خلينا نروح مع حضراتكو لذكرى الحقيقة يعني لشخصية من أهم الشخصيات ومن ألطفها نهاردة زي النهاردة اتوردت واحدة من أبرز نجمات المسرح سيدة الأداء التلقائي ورائدة الكوميديا الفنانة الكبيرة سهير البابلي ولقدمت أكتر من مئة عمل خلال مسارتها الفنية كانت شبهنا حقيقة يعني الحجة سهير البابلي كانت شبهنا في أداءها في خفة دمها كمان خفة دم المصريين المعطيها الدرجة من هي كبتات حكف العزة وهي أصلا كانت شخصية كوميديا يعني هي مش بتأدي الأدوار الكوميديا في الأفلام كأداء لشخصية بتعملها في فيلم أو في مسلسل أو على المصرح لا هي أصلا كان دمها خفيفة شخصية كوميديا في العزة كانت هي كان في لقاء كنت شفتوا ليها جمانة كانت بتتكلم بتقول أنا بدخل العزة من هنا وينتبني نوبة أو تنتبني نوبة من الضحك بفضل أتحك على كل الناس اللي قاعدة في العزة بفضل أتحك الناس دي لابسة كده ليه لقى واحدة في الاربعين تقود تقول ده الله يرحمه ده كان حنين هي بقى اللي بتقول يعني وهو كان شاب أموت من اربعين يوم فهي كانت تلقائية بالفطرة وكان دمها خفيف ده دي حياتها أصلا كانت شخصية فعلا خفيفة ولطيفة على قلوبنا وكان دايما بتدخل قلوبنا كده وبيدخل بيوتنا الحياة منتها الأريحية ومن غير استئداني يمكن كمان من يعني الحياة من أبرز النجمات اللي حد النهاردة إفهاتها عايشة معانا يعني على طول بنقولها وعلى طول بنسمعها حتى الأجيال الجديدة لو بنبص حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي بيعملوها دايما حتى بيعملوا الأجزاء من أعمالها في فيديو كمنتشر أوتاك النفسي في كروة سناية هموت يعني يا اللهي طبعا يعني من أهم النجمات وهي أن مصر مليئة بالنجوم والنجمات اللي أثروا عالم الفن عندنا وهنفضل يمكن لو قعدنا كل يوم نفكر نفسنا بالنجوم والنجمات المصريات حقيقة هنحتاج كتير قوي 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 ومش هنقدر حتى نعدهم ولا نحصيهم